موسيقى هذه المسائية من الميادين وفي عنوين نقاش الليلة موسيقى مؤتمر باريس يدعو الى مفاوضات مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين وصولا لحل الدولتين رمالة تتمسك بالثوابت وتل أبيب تناور والفصائل الفلسطينية ترفض موسيقى الانتخابات البلدية في لبنان تصيب فريق الرابع عشر من أذار بتصدعات سياسية سجالة داخل تيار المستقبل ورد من السفير السعودي موسيقى الأمم المتحدة تضع التحالف السعودي على اللائحة السوداء لتسببه بقتل الأطفال في اليمن وواصنطن لا تعتبر أنصار الله إرهابيا فهل هو تكامل في المواقف أم مصادفة موسيقى موسيقى مرحبا بكم لم يقدم الاجتماع الدولي في فرنسا جديدا في إطار الحل للتسوية بين فلسطين وإسرائيل فالدول المشاركة في مؤتمر باريس لتفعيل المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين خرجت بما هو معروف تجديد الدعم لحل الدولتين بمفاوضات مباشرة في وقت أكدت فيه السلطة الفلسطينية تمسكها بالثوابت دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بحدود حزيران وفيما رفضت الفسائل الفلسطينية في بيان مشتركة المبادرة الفرنسية التي أغفلت حق العودة تبدو إسرائيل كمن يعلن الرفض لدخول هذه المفاوضات مع العملية الحثيث على تحقيق مكاسب من خلالها هذا الموضوع سيكون محور النقاش في ملفنا الأول في المسائية بينما نناقش في الملف الثاني الترددات السياسية للانتخابات البلدية في لبنان داخل فريق الرابع عشر من أذار وتصريحات الوزير أشرف ريفي وزميله نهاد المشنوق ودخول السفير السعودي على خط الردود لتأكيد النأي عن الشؤون اللبنانية في الملف الثالث نبحث في تداعيات التصنيف الأممي للتحالف السعودي على اللائحة السوداء في قتل الأطفال في اليمن بالتزامن مع اتبار الخارجية الأمريكية حركة عنصار الله غير مصنفة إرهابية مشاهدين قبل الخوض في تفاصيل ملفات المسائية الثلاث اسمحوا لنا أن نتجه وإياكم إلى غرفة الأخبار في الميادين وموجز لأهمي وآخر الأنباء أهلا بكم شن الطائرات التحالف الأمريكي سلسلة غاراتنا على موقع قيادين لداعش في حي البجبيل في الفلوجة مراسلنا قال أن غارات أخرى للطائرات العراقية استهدفت التنظيم في المدينة إلى ذلك نفذت تنظيم هجوما انتحاريا على مدنيين غادل الفلوجة إلى جهة القوات العراقية للالتجاء إليها من جهة السقلوية شمالا وافدت مصادر الميادين أن أكثر من 700 مدنيا هرب من داخل الفلوجة باتجاه القوات العراقية خلال 24 ساعة يواصل الجيش السوري تقدمه شرق أثرية في ريف حما حيث استعدى موقع الجبل أبو زين والمسبح ومفرق زكية الاستراتيجي وافدت مرسلتنا أن الجيش السوري تمكن من أسر عنصرين من داعش وغنم دبابتين هناك في هذه الأثناء تقدمت وحدة سوريا ديمقراطية في مواجهة داعش ضمن معركة السيطرة على منبج وسيطرت على قرية النعيمية في محور سد تشرين بعد سيطرتها على قرية مقبلة في محور قزاق منبج وفي حلب أفد مرسلنا باستشاد عشرة مدنيين بينهم طفلتان وجرح أكثر من ثلاثين جراء قصف الجماعات المسلحة الأحياء الغربية للمدينة وفي شمال حلب جمى تنظيم داعش المسلحين في مارع مجددا ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بعد الإفراج عنها من سجون الاحتلال قالت النائبة الفلسطينية خالدة جرار أن الأسرى والأسيرات الفلسطينيين لا يعاولون على المؤتمرات الملاحقة الاحتلال على جرائمه وفي تصريحا للميادين نقل جراء رسالة من الأسيرات يدعون فيها إلى أن تبقى حريتهن أولوية وليس فقط في الكلام كما تحدثت عن حالة إحباط لديهن لفتة إلى وجود 61 أسيرة من بينهن 14 قاصرة أعلن رئيس الوزراء تونسي الحبيب الصيد عدم ممنعته الاستقالة من منصبه لإفساح المجال لحكومة وحدة وطنية أوسع إذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك وفي أول تعليق على دعوة رئيس البلاد إلى تأريف حكومة وحدة وطنية قال الصيد إن بقاءه على رئيس الحكومة من عدمه رهين مصلحة تونس كذلك كذلك أشار إلى أنه سيلطاق رئيس السبس الاثنين مناقشة مقترح حكومة الوحدة الوطنية وأضف أن رئيس له الصلاحية الدستورية لاقتراحي مثل هذه المبادرات أكد رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أن ليبيين هم الذين سيخضون معركة القضاء على تنظيم داعش وفي سياق آخر لفت إلى أنه لم يتم سبعاد لواء خليفة حفتر من جيش ليبيا في المستقبل مدى ما ينصع لأوامر القيادة السياسية ختم المجاز عودة لمتابعة المسائية مع راميا إليك راميا شكرا لك دينا إذن جددت الدول المشاركة في مؤتمر باريس لتفعيل المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين دعمها تطبيق حل الدولتين عن طريق المفاوضات المباشرة المشاركون أكدوا أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر وأعربوا عن قلقهم حيال الوضع الميداني وسط استمرار أعمال العنف والأنشطة الاستيطانية موسى عاصي باريس الغارقة في مياه فيضاناتها تحاول إنعاش العملية السياسية في الشرق الأوسط عبر مبادرة لا يعول عليها حتى بعض المشاركين في اللقاء الثلاثيني كجون كيري الذي وصفت مشاركته في العاصمة الفرنسية باللياقة الدبلوماسية خطة فرنسا تقضي بالوصول إلى مؤتمر دولي واسع في الخريف المقبل يشارك فيه الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني من أجل تحريك العملية السياسية على أساس الدولتين ثلاث رسائل خرجنا بها من هذا الاجتماع أولا القناعة بأن حل الدولتين أصبح في خطر شديد وهناك ضرورة ملحة للحفاظ على هذا المسار الثاني هو العمل من أجل خلق الظروف والثقة المتبادلة بين الطرفين لإعادتهما إلى الطاولة والثالث تقديم دعم على مستويات عدة للطرفين من أجل تسهيل التوصد إلى الحل السعودية صاحبة الدور الرئيس في وضع مبادرة العام 2002 لا تزال تعتبر المبادرة صالحة بعناصرها كافة لماذا يكون هناك تعديل المبادرة العربية واضحة مبادرة السلام العربية تتماشى مع القرارات الأممية وتتماشى مع المبادئ التي تقوم عليها معظم المبادرات الدولية مبادرة السلام العربية أصبحت الآن مرجع من المرجع المراجع الأساسية لإيجاد حل لهذا النساء لكن فرنسا لها قراءتها الخاصة للمبادرة العربية بعد التطورات الأخيرة والتقارب بين بعض الدول العربية وإسرائيل فرنسا تريد قراءة المبادرة العربية من جديد فهي تدعو العرب إلى الاعتراف بإسرائيل قبل نهاية المفاوضات وهناك عامل إيجابي يعمل لصالح هذا المسار هو أن عددا من الدول العربية يتشاركون وإسرائيل عدوة إيران ما يحكي عن حالة حرب بين دول الخليج وإسرائيل لم يعد موجودا البيان الختامي الصادر عن المؤتمر أعاد التركيز على صلاحيات القرارين 242 و338 والمبادرة العربية وخارطة الطريق للربعية الدولية كركائز للحل على أساس الدولتين تستند المبادرة الفرنسية على مبادئ مبادرة عربية فقدت الكثير من عناصرها شرط الاعتراف بإسرائيل مقابل قيام الدولة الفلسطينية سقط مع مرور الزمن واعتراف بعض الدول العربية بإسرائيل من دون أي مكسب فلسطيني مصاعس باريس الميادين للنقاش معنا من بيت لحم الوزير السابق وخبير القانون الدولي وعضو لجنة لهاي لمحكمة إسرائيل معالي الوزير شوقي العيسة كذلك ينضم إلينا من باريس الصحفي ريشار لابيذيير أهلا بكما وأبدأ معك معالي الوزير ما رأيك في شكل هذا الاجتماع بالتحضيرات الخلفيات ومشهدناه اليوم والبيانة الذي خرج عنه في اعتقادي أن المرحلة التي نمر بها الآن وكل العوامل المؤثرة في قضيتنا تدلل أنه لا يوجد إمكانية في المرحلة الحالية للوصول إلى حل وما يجري بين الأطراف هو مناورات كل يحاول تجميع أوراق تستخدم لاحقا عندما تتغير الظروف والنظر إلى ما جرى في باريس اليوم أعتقد يأتي في هذا السياق المبادرة الفرنسية أظن أنه واهم من أعتقد أن فرنسا تستطيع القيام بشيء فعلي وحقيقي في ظل رفض أمريكي وإسرائيلي وفي ظل عدم دعم لهذه المبادرة من الاتحاد الأوروبي وبقيت فرنسية وليس أوروبية واليوم بريطانيا وألمانيا لم تشارك على مستوى وزراء الخارجي إضافة طبعا لروسيا وهذا موضوع آخر لكن ما جرى اليوم يدلل على ما نقوله البيان الختامي المتناقض والذي تحدث عن مؤتمر دولي وفي نفس الوقت طالبة بمفاوضات ثنائية المفاوضات الثنائية كل عاقل يعرف على مدى عشرين سنة فشلت في الوصول لشيء والمفاوضات الثنائية الآن هي ستكون لصالح إسرائيل وضد المصلحة الفلسطينية أعتقد أنه إسرائيل وأمريكا يحاولون البقاء في مربع إدارة الصراع وكسب الأوراق على الأرض لإسرائيل بالاستيطان والتهجير ولا يريد الأمور أن تنفجر ولذلك بين فترة وأخرى تخرج هذه المؤتمرات أو المبادرات أو ما شابه لكن في كلمات اليوم وفي البيان النهائي وفي الإملاءات الأمريكية على ما جرى اليوم تدلل أنها جزء من إدارة الصراع وليس الهدف من وراءها الوصول إلى حل أعتقد أنه إسرائيل كانت تعرف تماما ذلك وعندما رفضت المبادرة من أول يوم هي عمليا لا ترفضها هي مبسوطة على استخدامها لتضيع الوقت والاستمرار في الاستيطان ولكن هي لكي تكسب أكثر وتقلل وتخفض تخفض صف ما سيصدر في بيانات وما نراه اليوم عن الحديث عن الدعم الاقتصادي هذا مشروع نتنياهو السلام الاقتصادي ولكن معالي الوزير هذا أيضا مطلب إسرائيلي لو سمحت لي معالي الوزير إذا كنت تسمعني فهذا ما يرضون به الطرف الفلسطيني دائما الطرف الفلسطيني أخطأ عندما في البداية أيد بحماس شديد هذه المبادرة وحاول لاحقا إعادة صياغة موقفه خلال خطاب الرئيس في القاهرة في اجتماع الجامعة العربية بالتأكيد على المواقف الفلسطينية وما هو المطلوب لأي مبادرة حتى تنجح طبعا النتائج اليوم لم يتم الحديث عن أي سقف زمني تم التأكيد على المفاوضات الثنائية وهذا أفرغ المبادرة من محتواها إذن نحن أمام مناورة تكسب إسرائيل مزيد من الوقت وتلهي المجتمع الدولي حتى يعتقد الرأي العام أن هناك محاولات لإيجاد حل بينما هي في الواقع لكن معالي الوزير ويبدو أنك لا تسمعني غريب أو لافت أنه لماذا الآن يراد إعادة هذا الملف على الأجندة الدولية أشرت لنقاط عديدة سأعود إليك حولها وأيضا أستثمرها في انتقال إلى ضيفنا من باريس سيد ريشار غير مفهوم فعلا أنه لماذا هذه الحماسة الفرنسية لنرى هذا الاجتماع وتحمل هذا الملف الذي كان حكرا على الولايات المتحدة الأمريكية هل هو بالتنصيق مع واسنطن أم أنه هناك اشتراح لدور جديد الآن في الواقع لا شكرا في أنهما من تنصيق باتتا في هذا السياق بين فرنسا وواشنطن ووزير الخارجية كان محاضرا بصفاته مراقبا لكي يأخذ بما حصل ويتفادى عدم وجود أي حضور أمريكي إضافة إلى ذلك بالنسبة إلى فرنسوى أولاند وحكومته هذه المبادرات تشكل حملة آلام بحت لالتقاط الصور المروجة للانتخابات القادمة عام 2017 منذ أسبوع لكانارانشيني الصحيفة الفرنسية الشهيرة التي تصدر أسبوعيا قد كشفت في الواقع أن هذه المبادرة مبادرة تنظيم هذا المؤتمر الإسرائيلي الفلسطيني كانت مبادرة صادرة عن مستشاري الرئيس أولاند الآلاميين بالتالي الغرض من ذلك هو تعزيز صورته وتحفيز أصوات الناخبين في الضواحي الفرنسية بهدف تصحيح الصورة التي لا تخهى فرنسوى أولاند في هذه الضواحي الفرنسية الصورة التي تظهره كأنه معادن للفلسطينيين وبالتالي هذه الحملة كانت حملة آلامية بحت ونعرف بالطبع أنه من أجل تنظيم المؤتمر هذا أمر نهام وربما هل يمكن أن يكون جانبا كاملا سيد داريشار أن ينظم مثل هكذا اجتماع على هذا المستوى بهذا التمثيل نتحدث عن حضور الأمم المتحدة الجامعة العربية الاتحاد الأوروبي عدد كبير من ممثلي ووزراء خارجية الدول هو جانب كامل أم أنه جانب واحد بالنسبة لباريس وبالتالي هناك حملة من المبادرات طرحت اليوم باتجاه تحريك ملف المفاوضات لا في الواقع وكما ذكرت الغرض من ذلك هو بكل بساطة التقاط صورة للرأي العام بداية بالنسبة لرئيس الفرنسية التي يخوض الانتخابة الرئاسية في العام المقبل إلى جانب بعض الممثلين الأوروبيين الآخرين إلى جانب حتى بن كيمونة من عام المتحدة الذي يعرف بشكل جيد أنه لا يملك أي تأثير حقيقي على النزاع الفلسطينية الإسرائيل لسيما وأن المفاوضات قد تعطلت في الواقع منذ وقت الانتفاضة الثاني عام 2002 ومنذ اجتياح أريال شارون لساحة المشجد لقصة ونعرف بالطبع أن هذا الاجتماع البارزي الذي رفضته إسرائيل والحكومة الأكثر محافظة مع عودة لبرمان إلى وزارة الدفاع لا شك في أنه في هذه الظروف والشروط ومع مواصلة الأعمال الاستيطانية بشكل يومي وعمال القمع اليومية لا شك في أن الشرط المسبق لأي مؤتمر جدي يعد له بشكل جدي يشبه ما فعله بارك أماما في ولايته الأولى من خلال الدعوة لوضع حد للنشاط الاستيطاني لكن أعرف أنه لمؤتمر سيول كان لابد من الأداد لذلك على مرة سنوات وهذا المؤتمر مؤتمر بريس قال أعلن عنه وزير الخارجية الفرنسية السابق لرونفابيس قبل رحيله من الوزارة وهذا يدل على طابع عدم التحضير والارتجال الذي خيم على هذا المؤتمر وبالتالي هذه العملية التي حصلت في باريس هي عملية أعلمية ترويجها لرئيس أولاند ولمختلف الممثلين الحاضرين من الاتحاد الأوروبي وهم بالطبع غير قادرين بتاتا للتأثير على هذا الملف غير قادرين على إيصال أي صوت كان وإيصال أي أصوات وإي رسال الله ريشار لابيذيير الصحفي الفرنسي كنت معنا عبر الهاتف من باريس أعود إليك معالي الوزير أخذ منك تعليقا على وجهة النظر هذه التي سمعناها من باريس وأود أن أفهم لماذا اليوم يراد أن يعاد الملف الملف المفاوضات السلام على الأجندة الدولية ليس فقط هذا الاجتماع في باريس قبل سبق الكثير من أيضا المبادرات وإعادة طرح هذا الملف هل لديكم تصور؟ في اعتقادي أن ما يحاول الأمريكان والفرنسيين وغيرهم في أوروبا هو التمهيد لدور إسرائيلي في المنطقة يعني ما يجري في المنطقة هناك مصالح أمريكية وغربية وإسرائيلية وبالتالي هم أعتقد متسرعين لدور إسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط وإعادة صياغتها وخاصة أن هناك بعض الأطراف العربية التي بدأت تتعامل مع هذا الموضوع ولكن لكي يكون هذا الدور علني وواضح يحتاجون إلى الورقة الفلسطينية كما هو الحال دائما والالتفاف على الورقة الفلسطينية في الفترة الحالية رغم قناعة الجميع أن المفاوضات الثنائية أو المرحلة لن تؤدي إلى حل هو لإعطاء إسرائيل دور أكبر فيما يجريه في منطقة الشرق الأوسط نعم بكل الأحوال استدعى هذا الاجتماع والمبادرة أيضا التي تطرح فيه المبادرة الفرنسية ردود فعل عديدة تبقى معنا وعالي الوزير لنطرح بعضها إذن اعتبر أمين سير منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن المبادرة الفرنسية لإحياء عملية السلام تشكل بارقة أمل على أن تحدد أو يتم تحديد في هذه المبادرة لإطار وجدول زمني واضحين لإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي وقيام دولة فلسطين كذلك شدد الناطق الرسمي أو شدد عريقات على أن المؤتمر يشكل خطوة هم نحو إعادة الاعتبار إلى سيادة القانون الدولي وأخراج العملية من الإطار الثنائي والاحتكار السياسي الذي استحوذ عليها لعقود من الزمن وأدى إلى هذا الفشل ما حدث في باريس خطوة في الاتجاه الصحيح إنها رسالة من المجتمع الدولي للحكومة الإسرائيلية مفادها أن الأعمال لا يمكن أن تستمر كالمعتاد وأن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر وفي ردود الفعل أكد أن أتق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردين ضرورة عدم المساس بمبادرة السلام العربية والحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية أبوردين قال أن الموقف الفلسطيني والعربي وفق قرارات المجلس الوطني والشرعية الدولية يطالب بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية بيان مشترك لحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية رأى أن المبادرة الفرنسية تمس بالثوابت الوطنية ولسيما حق العودة أكد البيان أفضل مبادرة وكل التحركات التي تسعى للعودة إلى المفاوضات العبثية التي كانت سببا في زيادة الاستيطان وفرت الغطاء لتهويد القدس وطالب دول العالم بالتحرك لوقف جرائم الاحتلال وتدنيسه للمقدسات وإنهاء حصاره لقطاع غزة أعود مباشرة إليك معالي الوزير في جملة هذه المواقف لافق أيضا الموقف الذي طرحه السيد سائق عريقات بما له علاقة ببارقة الأمل التي تأخذ من هذا الاجتماع والمبادرة الفرنسية برأيك ما شكل بارقة الأمل وعلى أي أساس يبنى هذا الموقف في اعتقاد التصريحات الرسمية التي صدرت اليوم سواء من الأخ نبيل أبردينة أو الدكتور صائب هي تصريحات دبلوماسية في محلها لمحاولة تأجيل الصدام ومحاولة الاستفادة يعني حديث دبلوماسي بحث ليس له علاقة بالمضمون وهذا هو الصحيح في هذا الوقت كما يقال لكن في الواقع الطرف الفلسطيني يعي تماما أنه يخسر وأن الاستمرار في إدارة الصراع بهذه الطريقة الذي يخسر يوميا ولحظيا هو الطرف الفلسطيني وأعتقد أن هناك حاجة ماسة الآن فلسطينيا للعمل على برنامج سياسي جديد يحدد نمط العمل الفلسطيني وأساليب العمل الفلسطيني حتى نقلل الخسائر على الأقل ضمن المرحلة الحالية في المنطقة وحتى نحاول أن نحصل على أوراق إيجابية ومفيدة للمستقبل هناك حاجة ماسة الآن فلسطينيا وأهم هدف فلسطيني الآن هو المحافظة على البقاء في الوطن مواجهة الاستيطان بكل الأشكال والتحضير للمستقبل حين تكون ظروف الشرق الأوسط مختلفة والظرف العربي مختلفا ولكن إلى حين ذلك يجب الاستمرار في النضال على الأرض لمواجهة الاستيطان والحفاظ على صمود الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين يتم الحديث معالي الوزير عن خطة باء عن مبادرة ربما مصرية ستبرز في الوقت القادم وربما تكون فيها مخرج هل لديكم أي معلومات أو معطيات عن ذلك؟ هل يمكن المضي بهذا الخيار الذي تحدثت عنه في ظل تعقيدات كبيرة تمر فيها القضية الفلسطينية؟ في تصوري أنه إسرائيل حاولت استغلال خطاب الرئيس السيسي لمحاولة فشلت في جر مصر لإطلاق مبادرة لتكون في نفس السياق الذي تستخدم إسرائيل لكن بالعودة للخطاب هو تحدث عن مؤتمر دولي واليوم هناك تصريحات رسمية مصرية بأنه ليس لديهم مبادرة جديدة وأنهم يطالب مؤتمر دولي ويدعم المبادرة الفرنسية لكن خلال الأيام السابقة إسرائيل بعنف حاولت أن تسوق لمبادرة مصرية لأن هذا يفيدها هي في حال رفضت مبادرة مصرية لا تخسر كثيرا مثل رفضها لمبادرة دولية أو مؤتمر دولي أعتقد أنه هي محاولة إسرائيل لجر مصر وتصريحات الرسمية المصرية اليوم أظن كانت منتبهة لهذه المحاولات الإسرائيلية لكن ما الذي سيدفع إسرائيل عذرا معه للوزير أن تذهب لأي خيار اليوم أو تقدم ما تسميه تنازلات حتى مكان يتم إغراءها فيه ملاو علاقة بالمبادرة العربية أن الاعتراف بإسرائيل مقابل الوصول لحل الدولتين بات التطبيع موجود حاليا ما الذي سيدفع إسرائيل للذهب باتجاه خيار المفاوضات تسمعوني معالي الوزير يعني محاولات إسرائيل للخروج للعلن بعلاقاتها العربية ومحاولة استخدام العداء الرسمي العربي لإيران لكي تجد لها دور كما قلت سابقا هناك محاولات أمريكية إسرائيلية أوروبية لإعطاء إسرائيل دور في إعادة صياغة الشرق الأوسط مع الأسف هناك علاقات عربية معلنة وسرية من بعض الدول مع إسرائيل وهناك بعض اللقاءات التي تتم وإسرائيل تتحدث كثيرا عن وحدة الخندق كما تقول بينها وبين الأنظمة السنية العربية ضد إيران فطبعا هذا الذي يخسر كثيرا منه هو الفلسطينيين لأننا كفلسطينيين ضمن موازين الكوى القائمة بحاجة مسلة الدعم الشعبي والرسمي العربي في مواجهة كل ما نواجهه نحن نواجه إسرائيل وأمريكا وأوروبا والصحيون العالمية وغيرها على مدى سبعين عاما وبالتأكيد رغم قدرة شعبنا على الصمود والبقاء وأن القضية الفلسطينية لا تزال حية وفي عنفوانها رغم سبعين عاما إلا أنه يحاول تجريدنا من البعد العربي ومن الدعم الشعبي والرسمي العربي إلى حد ما نجحت إسرائيل على الصعيد الرسمي فيه لنقول جر بعض الأنظمة الرسمية لنوع معين من الكمبرومايس بحجة مواجهة التدخل الإيراني في المنطقة ومجمل الأوقع في المنطقة سمحت لحدوث شيء من هذا القبيل أشكرك جزيلا شكر مع الوزير الشوقي العيسة وأنت وزير سابق وخبير قانون دولي وعضو لجنة لهاي لمحاكمة إسرائيل كنت معنا مباشرة من بيت لحم باصل قصير ونواصل المسائية أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين استصريحات وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق الأخيرة استدعت ترد من السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري وهي سابقة في أن يرد سفير سعودي على تصريحات لأحد السياسيين وهو من الوجوه البارزة في تيار المستقبل حليفة السعودية الأول في لبنان حتى الآن في موازات ذلك تبدو العلاقات بين قوى الرابع عشر من آذار في تراجع مستمر محمد محسن تصريحات خارج السياق محورها السعودية والشغور لأسي اللبناني أطلقها وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق السياسة السعودية السابقة وتوجيهاتها وفق المشنوق هي التي أجبرت تيار المستقبل على الذهاب إلى دمشق ومهادنة النظام السوري في العرف اللبناني لا يبدو مضمون حديث المشنوق مستغربا ربطا بطبيعة العلاقة بين تيار المستقبل والسعودية لكن اللافت هو ما كشفه المشنوق عن خفاية الشيح رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري رئيس تيار المردة سليمان فرنجي للرئاسة فرحلة هذا القرار الذي خلط الأوراق بدأت من الخارجية البريطانية فالولايات المتحدة فالسعودية السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري رد على المشنوق خلاصة رده أن السعودية لا تتدخل في شؤون لبنان الداخلية وأنها تشجع اللبنانيين على ملء الشغور الرئاسي في بلدهم بعد ترشيح تيار المستقبل فرنجي للرئاسة والقوات اللبنانية للنائب ميشيل عون جاءت نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة لتعزز الصدع الحاصلة بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية وبعد انخفاض المشاركة الواضح في الانتخابات البلدية في بيروت هزم تيار المستقبل في طرابلس والهزيمة جاءت من واحد من أبرز وزرائه في الحكومة وهو وزير العدل المستقيل أشرف ريفي المعلومات المؤكدة تشير إلى توتر يزداد بين قيادتي القوات اللبنانية وتيار المستقبل ترجمته في الأيام الأخيرة انتقادات متبادلة علنية بين سمير جعجع وسعد الحريري حول التحالفات الانتخابية والترشيحات الرئاسية في المحصلة تزداد المعضلات التي تهدد وحدة الصف في قوى الرابع عشر من أذار إذ تقول كل الإشارات الأخيرة إن تيار المستقبل وحزب القوات بوصفهما القطبين الرئيسيين لهذه القوى يتجهان إلى معايير جديدة تحكم تحالفهما وإلا فهو متجه إلى التلاشي معنا هنا في الستوديو مدير مكتب الخدمات الإعلامية والكاتب الصحفي سيد جورج علم أهلا بك تبدو مشهدية لافتة غير مسبوقة كما قال زميل محمد محسن هل لديك أي تفسير لما جرى ما سمعناه من الوزير نهاد المشنوق وأيضا الرد من السفير السعودي هل من رسائل تطلق بأي الاتجاهات؟ بطبع الحال هناك لقات عدة لابد من التوقف عندها باعتقادي أن وزير الداخلية نهاد المشنوق قرب الحقيقة قرب الحقيقة من جوانب عدة وأيضا السفير السعودي علي عواض العسيري يقوم بمهمة دبلوماسية إذ أن من المجابات طبعا أنك تتلقى الدولة بشؤون دولة أخرى هذا بالقرف الدبلوماسي في التعاطي بين الدول لسالة باعتقادي أن تصريح العسيري هو طبعا من باب تحصيل الحاصل لمعنى أن من واجباته طبعا أن يؤكد على ثوابت في العلاقات الدولية هو عدم التدقل في أشياء دولة أخرى لكن بتوعية الحال الوزير المشنوق ربما ذهب إلى توجيه رسائل في اتجاهات عدة من خلال طبعا ما أدل به ومن خلال ردود الفعل التي وردت على مواقفه الأعلامية بكل أحوال تحذف عن رسائل تخرج لمن توجه هذا أفق الذي نراه في علاقة جديدة ستحكم السعودية بتيار المستقبل أم هي للضغط لتغيير معايير العلاقة بين المملكة وتيار المستقبل على خلفية العديد من التغييرات رسمت بالسابق بما فيها الحديث عن دعم للوزير أشرف ريفي على حساب الرئيس سعد الحرير هناك قراءة للدورة السعودي تحديدا تجاه لبنان وتحديدا تجاه طيار المستقبل بتبعة الحال هذا أو هذه القراءة خرجت طبعا عن المألوف وبالتالي كانت مواقف الوزير نهار المشنوق أولا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن ربما انتخابات المجلس البلدي في طرابلس هو القشة التي قسمت زهر البعير كما يقول مسألة الدارج فباعتقادي السفير العسيري بزل جهودا كبيرة لتلافع المعركة في طرابلس وبالتالي ربما باركة إلى حد ما الاتلاف الذي قام بين رئيسي حكومة السابقين الرئيس عبد الحريري ونجيم قاطي بالإضافة إلى سلاسة وزراء فيصل قرامي أحنا الكرام من حمد الصفري طبعا محفظ العلقاب إلى النواب إلى ما هنالك ومع ذلك تمكن الوزير العدل المستقيل الأشفري في من أن يحرز التقدم البارس في المجلس البلدي هذا طبعا يعني شكل ربما طبعا علامات استفهام لدى طيار المستقبل وكأن هناك نوع من الدعم الخليجي لأقول السعودي للوزير الأشفري في قلب المعادلة في طرابلس لكنك تحدث عن فخ تم إيقاع فيه لائحة الرئيس سعد الحريري بطرابلس باعتقادي أن القراءة السعودية لطيار المستقبل خرجت بشكل نافر إلى العلن من خلال المواقف التي أعلنها الوزير المشنوق وبالتالي عندما قال أن السعودية هي التي دفعتنا أن نتوجه نحو دمشق السعودية في عاد طبعا الملك عبدالله بن عبدالعزيز إنما طبعا هذا يعني على المستوى السياسي أمر معروف لكن توقيت هذا الألان يعني أن هناك علامات استفهام حاليا بين العلاقة التي تربط طيار المستقبل بالرياض طبعا الكل يعلم بأن الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله هو الذي زار دمشق واستحب معه الرئيس فشار الأسل إلى بيروت وزار طبعا بيت الوسط إلى مهنالك هذه الأمور معروفة لكن الآن التوقيت في هذا الألان يعني أن هناك علامات استفهام كبرى قائمة بين طيار المستقبل وبين المملكة العربية السعودية كيف سيتم الإجابة عليها؟ أما الوزير أشرف ريفي يعني هو الفارس الذي طبعا يلتقط هذه الفرصة في هذا التوقيت بالذات إلى أن ما ستسفر الأمور باعتقادي الأمور لن تقتصر على ردود الفعل العالمية علينا أن نتوقع خطوات عملينية في المستقبل القريب مثل ماذا يعني؟ أنا باعتقادي أولا علينا أن ندرك تماما يعني أين سوف يتصرف طيار المستقبل بعد المستجدات التي تركتها الانتخابات البلدية في بيروت بالتالي هناك يعني اشتباك على أكثر من جبهة هناك اشتباك طبعا ما بين طيار المستقبل وبين القوات اللبنانية وهذا الأمر قائم الآن نرى من خلال تسريحات الوزير المشنوق أن كمان إضافة إلى ذلك جبهة جليلة فتحت بين طيار المستقبل وبين المملكة العربية السعودية وبالتالي باعتقادي أن الوزير أشرف ريفي عفوا الوزير المشنوق ما كان لويدلي بهذه المواقف لو لم يطفح الكيل بين طيار المستقبل وبين المملكة ربما لسوابك أخرى عرف إلى ذلك المملكة ربما لخطوات أخرى لأنه يتم الحديث أو ربما استباق لخطوات أخرى ستخرج ربما بشكل الدعم من المملكة العربية السعودية باتجاه أشرف ريفي فيما بعد نتائج الانتخابات البلدية تم الاستباق بهذه الحركة من الوزير نهاد المشنوق مربوط أيضا باختلاف أو انقسام بين فريقين أيضا داخل المملكة العربية في شكل الدعم لطيار المستقبل أولا طيار المستقبل دون أن شك يعني الوزير أشرف ريفي هو خرج من طيار المستقبل يعني هناك نوع من الانتفاضة أو هناك نوع اللي نقول من يعني الرفض اللي على الواقع لكن الأمر لا يتصل هنا ربما طيار المستقبل لا يشعر بأن المملكة العربية السعودية في عهد الملك بن سلمان إنما تريد أن تنفتي على قيادات سنية أخرى وبالتالي استقبلت يعني الأستاذ عبد الرحيم مراد منذ فترة وهذا الأمر شكل على مدعسفان كبرى عرف إلى ذلك الآن نرى أن هناك انفتاع على الوزير الشفيفي الذي طبعا يزور المملكة قطب سياسي كبير عرف إلى ذلك السؤال المطروح هو إذا كان طيار يعني المزير الشفيفي هو الذي سينتصر بين أهل السنة سؤال المطروح ما هو مستقبل الحوار بين طيار المستقبل وحزب الله طبعا هل أن الإسلام أو السنة الاعتدال سوف يذهب إلى مزيد من الأصولية هذا كلها أمور مطروحة من خلال طبعا المواقف المستجدة لذلك هناك نقطة تحول كان بدأت صفحة جديدة بفتحات هذه الصفحة علينا من الآن فسعيدا أن نقرأ عنوانها بتمحول لنرى ما هي الأداف وما هي المرامي بكل الأحوال فيما له علاقة هذه التأثيرات ربما تطال شكل تيار المستقبل من الداخل وأيضا في طبيعة العلاقة مع المملكة العربية السعودية لكن المشهد أيضا يبدو أعام فيما له علاقة بكل قوى 14 من آذار بما أشرت له بالسجال الحاصل أصلا أو الذي كان على مواقع التواصل الاجتماعي بين رئيس سعد الحريري وأيضا سمير جعجع بشكل كبير ولافت أيضا هل نحن أمام أيضا تحول على مستوى هذا التحالف هل يمكن أن يفرط عقده أو يكون هناك معايير جديدة لإطار هذا التحالف بناء على هذه التوترات الحقيقة باعتقادي أن الرسالة التي وصلت على لسان الوزير العدو المستقيل أشافري فيه يقول فيها بأن على طبعا دكتور سمير جعجع أن يتخلى عن ترشيح الإمار من شلعون مقابل أن يتخلى الرئيس سعد الحريري عن ترشيح السمان فرنشي أن يعود إلى تفعيل 14 أزار هذا الدليل أن 14 أزار قد تشزت وبالتالي 14 أزار نراها أنها جبعات أخرى مختلفة تماما هناك تيار المستقبل من جهة هناك القوات اللبنانية من جهة أخرى هناك الأطراف الآخرين بمعنى المسيحيين طبعا المستقلين الذين يدورون في فلك طبعا المستقبل و14 أزار ما هو مصيرهم بالتالي هذا الأمر طبعا هناك خارطة سياسية جديدة بدأت بعد الانتخابات البلدية ربما هذه تدعياتها لكن حتى الآن هذه التدعيات لم تؤدي إلى مشهد واضح علينا أن نتظر في الأيام نقبلها ما الذي سيحدث هذا المشهد؟ يعني اليوم نحدث عن سيناريوهات أبرز السيناريوهات التي يمكن أن نراها إن كان على مستوى التحالفات ضمن الفريق الواحد وليس على مستوى ربما أن نرى تحالفات بين أفريقاء آخرين التحالفات يجب أن تقوم حول استحقاقات وبالتالي بيتبعض حال إذا كان لبنانية تجهي اليوم إلى انتخاب رئيس سوف نرى فرزا لهذه التحالفات أو إعالة خلط لهذه التحالفات إذا كان التواجه الإقليمي والدولي العام نحو انتخابات رئيسية لكن إذا كان التواجه نحو انتخابات نيابية وقانون انتخاب جديد وباعتقادي أيضا سوف نشهد المزيد من التحالفات ربما المعاكسة التي شهدناها مدى السنوات الماضية ما بين 14 و 28 أزار من هنا نرى طبعا أن 14 أزار تشزد بشكل كبير وبالتالي هذا التشزي سوف يؤدي في أي استحقاق مقبل عليه لبنانيا سواء كانت انتخابات نيابية أو انتخابات رئيسية سوف تكون هناك تحالفات مختلفة تماما بكل الأحوال هذا يحتاج للانتظار ولكراءة ربما بعض المحطات القريبة القادمة في الساحة السياسية اللبنانية أشكرك جزيلا شكر سيد جورج عالم وأنت مدير الخدمات الإعلامية وأيضا الكاتب الصحفي ضيفنا هنا في الاستيديو شكرا في ملفنا ثالث أدرج الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون التحالف السعودي على اللائحة السوداء لانتهاك حقوق الإنسان وقتل الأطفال واستهداف المدنيين زهراء ديراني على اللائحة السوداء أدرجت الأمم المتحدة التحالف السعودي اتهمته في تقريرها بالمسؤولية عن 60% من قتل أطفال اليمن وجرحهم العام الماضي وأكدت أن نحو 600 طفل قتلهم التحالف الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون انتقاد السعودية بشدة وقال إن نصف الغارة استهدفت المدارس والمستشفيات بنك كان قد اتهم السعودية سابقا باستخدامها أسلحة محرمة دوليا وأكد أنها أوقت قنابل عقودية على المدنيين واصف ما يجري في اليمن بجريمة حرب وإلى جانب السعودية أدرجت تقرير الأممي أيضا على اللائحة جماعات من بينها أنصار الله اتهمها بالتورط في تجنيد الأطفال واستغلالهم وقتلهم وخطف بعضهم كثيرة هي المنظمة التي اتهمت الرياض بانتهاك حقوق الإنسان خلال حربها على اليمن من بينها هيومن رايتس واتش التي أجرت مقابلات مع عدد من الشهود والضحايا وحصلت على صور ومقاطع فيديو تؤكد أن التحالف السعودي استهدف المدنيين عن سابق إصرار وتصميم يوميا يقتل أو يشوه نحو ستة أطفال في اليمن بحسب منظمة اليونسف تشير التقارير إلى أن أكثر من 900 طفل قتلوا وأصيب نحو الفين بجروح ستبقى آثارها غائرة وإن انتهت الحرب هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن جماعة أنصار الله ليست منظمة إرهابية وفي مؤتمر الصحفي قال منصق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية أن أنصار الله جزء من العملية السياسية في اليمن الولايات المتحدة لا تعد الحثيين منظمة إرهابية بل هم طرف في النزاع واجهة في المفاوضات التي تسعى إلى تسوية هذا النزاع إيران تقدم الدعم إلى هذه المنظمة ولكن ليس بالضرورة لتنفيذ أعمال إرهابية سنتوقف مع فاصل ومن ثم نناقش هذا الملف لمساعدة معوق بصرياً للجلوس على كرسي منفرد امسك بيده ضعها على يد الكرسي ثم على ظهر الكرسي الشمس شمسي والعراق وعراقي ما غير الدخلاء من أخلاقي قدري بأن كل الحروب تجيئني مجنونة تسعى لشد وثاقي اسمع صهيل الحزب بين مفاصلي أضحى صديقي كنيتي ميثاقي فالشمس شمسي والعراق عراقي ما غير الدخلاء من أخلاقي نحن في الخليج كنا نناصر الثورة الفلسطينية نجمع لها تبرعات نحتفل بها رغم القمع ورغم التضييق إيران والعرب يجب أن يكونوا أصدقاء ضدهم أدو مشترك لا تكتمل صورة العمل السياسي إلا بالعمل الحقوقي نحن نريد دولة مدنية في ظل مملكة دستورية ديمقراطية حقيقية حسين موسى، أبو منصور، عبد النبي العكري كل هذه الأسماء التي تتجسد في شخص واحد هو ضيف الميادين يأتيكم في الأوقات التالية اهلا بكم الجديد في المسائية من الميادين في ملفنا الثالث نفتح دائرة النقاش معنا من واشنطن مستشار شؤون الدفاعية في مركز التقدم الأمريكي الدكتور لورانس كورب أهلا بيك دكتور كورب دعني أبدأ معك بما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية جماعة أنصار الله ليست منظمة إرهابية وهي جزء من العملية السياسية في اليمن ما الذي استدعى هذا الموقف من واشنطن؟ أعتقد في الواقع أن واشنطن تشعر بصدمة أن 60% من الضحايا قد سقطوا في اليمن العام الفائد بسبب التحالف السعودي ولأنه في السنوات القليلة الماضية كان على هذه القائمة الحوثيون كذلك وقد قتلوا الأطفال الأبرياء وقاموا بقصف المرافق الطبية والمدارس وهذه طريقة غير مقبولة لخوض الحرب بتاتا قد تحدث الأمور أحيانا بشكل غير متعمد لكن يبدو أن الأمور هنا متعمدة وهذا أسوأ وربما أنت أجبت على نقطة أخرى لا علاقة بتصنيف الأمم المتحدة للتحالف السعودي على اللائحة السوداء للضلوع في قتل المدنيين والأطفال وكما أشرت موضوع أنصار الله سابقا على هذه اللائحة نرى بالتزامن ما قلت لك عن موقف الخارجية الأمريكية بأنها لا ترى أنصار الله منظمة إرهابية هل من دواعي اليوم بهذا التوقيت لنسمع هذا الموقف من البلاد المتحدة الأمريكية وبالتزامن مع ما أشرت حوله عن التصنيف للأمم المتحدة للتحالف السعودي مجدد أن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تجد توازن بين أمور مختلفة في المنطقة من جهة تحاول في المنطقة أن تدعى حدا الحرب الأهلية من الجانبين ولا تريد بالطبع أن تفعل ما من شأنه أن يعقد الواقع ويقود المفاوضات وإلى أي حد ربما نرصد جملة من التحركات وأيضا المواقف الأمريكية باتجاه المملكة العربية السعودية نرصد تحولا أو ضغوطا على المملكة في إطار ملفات عديدة من بينها اليمن أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وكما تعرفون الولايات المتحدة الأمريكية قد ذهب إلى هناك والسعوديون لم يرسلوا أحدا من ذوي الشأن لإستقباله وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن توضح للسعوديين أن بعضا مما تفعله هو غير مقبول اليوم بأي شكل ستوضح أن هناك في إطار هذا التعامل وفي إطار هذه الضغوط ومننا سنرى خطوات بشكل أوسع إلى شانب الولايات المتحدة الأمريكية عرفوا أن البريطانيين سيكونون حذرين بالنسبة إلى بعض الضخائر التي يبيعونها لساعدينها التي يستخدمونها كذلك لشن هذه الحرب إضافة إلى ذلك نرى أن السعودية من جهة نخرى تحاول أن تتعامل مع تعديد داعش وهذا يرضينا لكن الوضع هنا مختلف قليلا ونأمل أن تفضي محدثات السلام في الكويت إلى نهاية هذا النساء لكن يسأل حظ هذا لم يتحقق بعد هل الخطوات الأمريكية ما أسأل عنه ستبقى في هذا الإطار الحقوقي الإنساني الذي يفتح ربما مجالا للجانب القانوني للمساءلة أم أنه يمكن أن تتسع لتأخذ أشكال أخرى بالنسبة ليس نشهد في الواقع على أشكال أخرى من الضغوط الأمريكية قد يبقى بعض أنواع هذه الضغوط طيال كتمان أو سريا لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تكشف عن سياستها لكن لا شك في أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض الكثير من الضغوط على السعودين حاليا للامتثال لمعايير السلوكيات الدولية فهذا النزاع في مواجهة مجموعات مثل داعش لن يتم الفوز به بشكل عسكري فحسب بل لا بد من بثل جوة أخرى ونحن لا يمكن لنا أن نفعل أواح لفعنا أمور سيئة كتلك التي يفعلونها ولن نتمكن من وقت نزاعها كذا وربما السؤال الأبرز والذي يقول بعض أنه يبدو سابقا لأوانه ليس بكثير هل نحن أمام إطار جديد من التحالفات للولايات المتحدة الأمريكية ستكون المملكة العربية السعودية خارج أو أقل متانة التحالف معها كل ذلك بانتظار الإدارة الأمريكية الجديدة في الوقت ما شاهدنا عليه هو أن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية إلى تباعد واضح منذ بعض الوقت الرئيس باما قدم مقابلة لمجلة ذي أتلانتيك وتحدث عن السعوديين قائلاً إنهم باتوا أحراراً ولا يقومون بالمساهمة بالطريقة المطلوبة الولايات المتحدة الأمريكية غير راضية عن عادة الأتمات المنفذة في السعودية وصل هذا العدد إلى 200 هذا العام لقد وضحنا هذا الموقف لهم وبات من الأصعب بالنسبة إلينا أن نواظب على هذا الدرب وعلى تعزيز هذه العلاقة الاستراتيجية إن لم توافق السعودية على الموافقة أو على المواصلة في هذه العلاقة بميزاتها ربما الخيارات الجديدة للإدارة الأمريكية الجديدة قد تتغير مع الرئاسة المقبلة إن كان جمهوري أو ديمقراطي أم أنها ستكون خيارات ثابتة ستطرح على المملكة أمن أن تكون هذه المسألة من المسألة المطروحة على مستوى الحملة الرئاسية لكي يتمكن المرشحون من الإدلاء بدلوهم بشأنها وفي الولايات المتحدة الأمريكية توجد حاليا كثير من المخاوف بالنسبة إلى المعدات والتجهيزات التي نعطيها مثلا لمصر في إطار اتفاقية كامب ديفيد نظرا لما تفعله مصر والنظام المصري فيما يتعلق بقمع الناس أحيانا بدلا من محاربة داعش وبالتالي أمل أن تكون هذه المسائل في مقدمة الحملات الأعلانية والانتخابية اللي يتحدث عنها المرشحون وليتحدث عنها الكونغرس الأمريكي كي ترتقي الولايات المتحدة الأمريكية لمصاف القيم التي عاش وقضى كثيرون منها دكتور لونانس كورب مستشار الشؤون الدفاعية في مركز التقدم الأمريكي كنت معنا مباشرة من واشنطن كل شكر لك في ختام المسائل مذكر بعناوينها مؤتمر باريس يدعو إلى مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وصولا لحل الدولتين رملة تتمسك بالثوابت وتل أبيب تناور والفصائل الفلسطينية ترفض الانتخابات البلدية في لبنان تصيب فريق 14 من أذار بتصدعات سياسية سجالة داخل تيار المستقبل ورد من السفير السعودي الأمم المتحدة تضع التحالف السعودي على اللائح السوداء لتسببه بقتل الأطفال في اليمن وواشنطن لا تعتبر أنصر الله إرهابيا فهل هو تكامل في المواقف أم مصادفة دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مشاهدة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين إضافة إلى موقفنا بالإسبانية موقعنا بيئة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي وليراغبين بالمزيد على شاشة الميادين المزيد على رأس الساعة إلى اللقاء